دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لليندا عشان تعرفنا على ايه اخر اخبار التقص العملات اسعار الدهب النهار صباح الخير عليك يا ليندا صباح خير جمانا صباح خير شازلي الحقيقة جمانا فيه النهاردة ارتفاع طفيف في درجات الخرارة مبارح القاهرة سجلت 26 النهاردة بتسجل 29 ولكن بالليل هتكون مائل البرودة بالليل مبارح كان هوا شوية دي حقيقة كان هوا سائع او كان هوا سائع فعلا طب طمينينا بقى ايه اخير اخبار الجو صباح خير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسمية ونبتدي مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء سعر البيع بيسجل 18.59 اما الشراء فبيسجل 18.51 اليورو السعر البيع سجل 20.26 اما الشراء فسجل 20.16 الجنيه الاستليني البيع سجل 24.28 اما الشراء فسجل 24.16 الفرانك السويسري البيع سجل 19.62 اما الشراء فسجل 19.52 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.88 اما الشراء فسجل 2.87 الريال السعودي البيع سجل 4.95 اما الشراء فسجل 4.93 الدينار الكويتي البيع سجل 60.96 اما الشراء فسجل 60.60 واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 5.06 اما الشراء فسجل 5.03 وبالنسبة لأسعار الدهب فعيار 18 سجل 951 جنيه للجرام اما عيار 21 فسجل 1110 جنيه للجرام عيار 24 سجل 1269 جنيه للجرام واخيرا الجنيه الدهب سجل 8.880 جنيه خلونا دلوقتي مشاهدين نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن احوال الطقس النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والجو هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي النهاردة نشاط الرياح على اغلب الانحاء هتمتد للقاهرة الكبرى درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29 واعلى درجة حرارة في اسوان 37 واقل درجة حرارة في العريش 22 هنتابع مع حضراتكم احوال الطقس بالتفصيل في النهاردة الجوية ولكن بعد شفاية